اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهار وليلا ومن شروط المصح على الجورة بينه ولا الخفين في السفر ثلاثة ايام بليالية الى ما قلعش تقاشر الى ما قلعش تقاشر اين تتجلى علمنات العلم الجريبية اي ما دول العلماء في تدريب العلم الجريبية علمنات العلم الجريبية هذا الاشتراجية ماشي الضغط الجوي تسونامي غضب الطبيعة هذا البركان غضب الطبيعة هل يعني الطبيعة تغضب؟ من الاذي اغضبها؟ هذا وهذا العلم الجريبية احنا صدر بداية من الآيات الكونية كيقول إن في ذلك لآيات اللي قوم يتفكرون إن في ذلك لآيات اللي قوم يتذكرون وهو كيقول لي المسائل انت على الميكانيزمات الميكانيزمات الفيزيائية والكيميائية المتواجدة في الأرض يربطها باش باش يربطها بتفاعلات غبينتها غبينتها وفال الذي يفعلها الله يرحمك يا ذيك المرأة اللي تلقىها وحد الراجل وقالها الآن ما يشوفنا حتى وحد كان غنجوا قتلوا وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا كان غير كواكب قد قلها قل له وَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا حشم ومشى بكين الناس كنارين عاجل كَلَنُ بَرِيدَا رحيل أبو عبد الرحمن مؤسس أول فران تا كاران بلازري الله يرحمه يوسى عليه ويحشره مع سيدنا رسول الله والله يعظم الأجر تعوليدته والحمد لله راتعلمه عليه وحال عدد بتاع الناس كاران ورمخ الدامين كاران وش حال توظفه وش حال داروا الناس كاران فهو شيخ من شيوخ اللي علموا الناس هذ المكلة الخاصة بهذه الجهة فرحمة الله عليه هذي صدقة جارية عليه طلبوا الله يا رحمه علمهم حاجة باش يخدموا علمهم حاجة الله شو اللي علم المسلمين شي حاجة بنفعهم في الدنيا ولا خيرا عمرهم ما ينقطع الأجر ديالهم إلا كان عندهم إلا كان لهم احتساب لله تعالى البرد والجيد اللهم إن البرد خلق من خلقي يعتمر بأمرك اللهم أنزل دفئك ورحمتك علي إخواني وابنائينا الفقراء في مشارق الأرض ومغاربها آمين يا رب جزاك الله وخيرا للإشارة توجد عدة جمعيات تساعد الفقراء المشردين في وجده وغيرها من المدن الله يكثر مثالهم نعم ننوه بمجهودات هذه الجمعيات التي تلتفت إلى هؤلاء الذين يعانون من شدة البرد والجوع والفقر فجزاهم الله خير ولعل الله يرفع عننا العذاب بوجود هؤلاء الذين يعملون في هذه الخنادق فحفظهم الله ورفع قدرهم ولكون صيبوا ندعوهم معهم بالليلوا بالنار لأنهم يرفعوا علينا حتى التكليف لأن هذا رفعوا كفاية إلا ما دارتوا شلم دينا سيقعنا أثموا هذا رأي يرفع الله بهم علينا الإفر الله يجزيهم الخير والله يحفظهم إسرائيل تتأهب أمنيا بعدما قتل قاسم الحاكم العسكري الإيراني لدمشق وغيد وبغداد وبيروت وصنعاء اللهم أهلك الظالمين بالظالمين آمن قاسم سليماني المجرم المجرم عدو الله الشيعي هذا الذي قتل المسلمين في سوريا 13 مليون هرمهم والاقتيلاء وفي العراق سلم العراق وكان يقاتل في العراق وفي الشام وفي اليمن تحت حماية الطائرات الأمريكية لأن الشيعة والنصارى خدا من قتلوا في أهل السنة لكن لما اختلفوا في قضية العراق هالمر وأمر الشيعة بأن يقتحموا ما يسمى بسفارة أمريكا وقتلوا واحد قامت أمريكا بقتل الكثير من الشيعة في الحجد الشعبي ثم قتل هنتي يا إيران ما تسوي ولو ما عندك مخابرات وتتبعت إن شاء الله تباركا تحركات هذا القائد الملعون عدو الله ورسوله وخلتوا حتى جالبغداد والخبار عندهم وحتى خرج إن شاء الله في الطائرة شو 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 شوفوا لإيران غير الثوار انت على سوريا غير بلاسلاح غير بوح وحصروهم كل شي في الشام لو كان ما دخلتش روسيا وكذا شو يعني ما عنده ولو يران غير غير مخوفة الناس ولو أربعات ديال السنيين يقتلوا كل شي الشيعة جو حوش الروافط ما عنده علم يأثيره ولو ولو و جات وضربتهم زو السيارات قتلته هو قتلته أنت أنت اللي تحكم لأن الحاكم الفعلي جال العراق والشام واليمن ولبنان هو قاسم سوليم قتلته هو وقتلتش كل أخر نعم و لكن اللي قتلت المهم منك ما كونهما نائب أنت على رئيس الحشد الشامي مشاو وشكون الأخر المهم اللي كان في بلاصد عماد مغنية ديال حزب اللهت المشرف على عمليات حزب اللهت في قتل المسلمين في العالم الإسلامي اللهم أضرب الظالمين بالظالمين اللهم يا رب يحصيهم عادة لأن اليهودي قلو ترك خدم عن أنت إيران و أنا تفكر رحك بل لي حسب تيرا وكشي حاجة عجوية حنا اللي رحنا أعطيناك العراق وقسمناه وكذا وكذا و أنا تخرب قيدية وإيران واسم ودات ما تقدرش ترض لا أهدرها لأولو دخل جواه أسأل الله أن ينتقم من أعداء الملة السؤال الأول جامعة زوجتي بالليل وفي الصباح قمت بالتيمم مكان الغسل كي أصلي وسبب التيمم هو البرد وخشيت أن أكتفيت بالتيمم لأن الجنب أهلا بهذا التيممم وصلي جميع الأوقات الصلاة اليوم وعند طوله أفهمت السؤال وخما الكتبة من شاح التلتم أفهمت أنك إن شاء الله باشتررت الزوجة ديالك في الليل جزاك الله وخيرا أنت يا رك ديت لاجر بعدها في الليل لأنها وهذه عبادة وش عبادة ولا مش عبادة ماركو تضحكو زمان لكورة يمشي لحرام يسمان هذا باشتر زوجته وهذه عبادة وفي بضع أحدكم أجر فجزاك الله وخركت تعطي الله في الليل الله يرحملك الوالدين آه غاديت نوت تصلي الصباح نعست بنية الصباح جزاك الله وخيرا نفض وزيت لك وحدة وزيت لك وحدة واسموية لو أنك لم تستطع زين أن تغتسل قبل أن تنام تيمم بنية رفع الحدث الأكبر قبل النوم مال باش موت طهر والملكة ستستغفر الله أكبر الله أكبر عجز تكون عندك حجرة في البيت ديالك الداخلي مع الزوجان تعك كيتباشر وما تقدرش إن شاء الله تبارك وتعالى وعيان والبرودة وكذا والكوبرتة دير الحجرة هاك دير الحجرة هاك ودير هاك ودير هاك وقرأ القرآن واستغفرون عز سهلا ولا وعلا وش رأي سهلا عليكم ولا لا ها ما شي ينلل سهلا عليكم ها الشرع سهلا عليكم ها أغيك تاين شي ناس مايقولوش هاد شي تاين شي ناس يواري يقولو ها تاين ها تاين ها تاين يا هذا ربي يا ربي هذا ربي بغاك بغاك تجيلو وانو يسيرو كالي لي وسيرها ايه اللي بحواجها هذي معكم إذن هاو بعدها ركت نعس منين تنض ما قديتش البرودة تخافي ضربك البرد ولا ما عندك شك يدير وبغاك تصلي ها أتسم منبني ترفعي الحدث الأكبر رسول الله اش دالي لتعك عمر بن العاص كان قائد من قواد المسلمين في سرية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أصبح جنوبا في يوم شديد البرد فصلى بهم بالتيمم فشكوه إلى رسول الله فاستدعون بقى أصليت بهم جنوبا بالتيمم قال معم قال من الذي دفعك إلى ذلك قال سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة شكون دارها عمر رعص اجداد فتبسم النبي وقره على ذلك السؤال هو واش نبقى نتمم لكل صالات إلا ما قديتش تغتسل في النار كامل والبرد وما سعفك تتمم لكل صالات وما تخلي الصلاة فوتك إلا الصلاة ما تخليت فوتك دير المجهود مش تغتسل دير المجهود من كيل الماء وكيل لا دير المجهود دير المجهود لكن إلى البرودة وخدام وما عندكش الوقت وكذا تيمم وصلي وفي التالي في التالي لا ما عندكش الحمام ولا ما عندكش دا دير واحد ألف فرنك فجي جيب نتاك وفوت على الدوش ودوش تمام إن شاء الله يقل عن جانبه وليروح ما تطيع ليش غصلا والله تعالى شرعنا هذ المسائل تعالى الشرائع والشعائر باش تديروهم واش تعرفوا كاللي واحد ما يقدرش جيتي بمن يكون مجونب وما يصليش واش عارفوا هذي ولا ما كاللي كاللي ما يقدر جيتي بيقولك أنا سيدي أنا ما نقدرش يا سيدي أنا أنتي ما ما أنا أنا ما نصلي إما نقصل يو أصلا ما ما عندك شبال يكدر تقصل لا ما نصليش تنجمحها الله أكبر سد الجهل هذا وما عندك شوش يتهم هه وربما ما عندك شوش يتهم ها أصلا ما نصليش تنجمحها وما عندك شوش يتهم لنصليش تنجمحها قرب مسجد ابن عبدالبر كيرا أسطح منزله قصدا وضع وتركيب لاقت هوائي من شركة لاكي الجيلال قرروا باسمول قرروا وتسجيل أسمائهم في عريضة نظر العكسات السلبية قفوا صفا واحدا وديروا عريضة وامنعوا وحاولوا تمشور السلطات لأن ضرره كما يقول الخبراء خطير خطير هذو جيرانك ما بغوش ولا حق الجوار هين حق الجوار هين حق الجوار يمشي ويديروه بالراسي يديروه كبير يديروه بالراسي دي مكاش لغشي يمشي ويديره بالراسي علش يجيوا لي لهنا اللي مدينا وهكذا احنا صارت في الحي دينا في الليل صبحوا ديرينه واشحنا احنا وحد الحي تبارك الله مزيان شرعا شرعا ويرحق الجار ولذا كتستيدي له فيه الإيمان ايش تشاركم وثاني لا ضرره ولا ديره واش تتذر خوتك وانت يعطي كل فلوس ماش تذر خوتك